الحقيقة أن أنصفنا المشير عفتاح السيسي والمتحدث العسكري اليوم أحمد علي عندما تحدث عن اجتهادات صحفي وعن تغير في نقل خضب الكهوة لم يكذب الصحيفة ولم ينف الخبر هو تحدث عن اجتهادات صحفي وعن تغير في بعض المعاني عندما تنتقل لوسائل إعلام أخرى وتكلم الجزء اللي الناس كانوا زعلانين مننا مبارح بشكل واضح وقال هو قرار شخصي إن قرار ترشح المشير عبدالفتاح السيسر رئاسة الجمهورية من عدمه هو قرار شخصي سيحسمه بنفسي أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيرهم من خلال عبارات واضحة ومباشرة ولا تحتمل الشك أو التأويل ماشي هو كده بيرضينا هو بيرضي الإعلاميين وبيقول ما يجب أن يكون هو ده الصح إن المشير عبدالفتاح السيسر يعلن ترشحه في بلده لشعبه اللي بيطلبه بالترشح إذن هنا إقرار بأن الإعلان في الخارج مش هيكون مقبول لكن هل هذا للمنتظرين ترشح المشير السيسي ينفي أنه أعلن أو ما جاء في الصحيفة نصا في سين وجيم إنه أعلن الترشح لا للعشمانين في ده واللي عايزين يرتاحوا أنا بقول لهم بما أنني بشتغل هذه المهنة هو أعلن الترشح هو لسه حيعلن وحيعلن للشعب وخلاص بقى مش هندخل في دي بيت خناقة لكن اللي عايزين يطمئنه ألبوم يرتاح هو أعلن الترشح